أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مبنى مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد أيقونة العمران الحديثة في مصر والذي صمم بأيد مصرية وفقا لمعايير عالمية وتم إنجازه في وقت قياسي وفي كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اجتماع المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن مراحل الانتقال التدريبي وصولا إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق والتيقن من كفاءة عمل دميع الأنظمة وكذلك البنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس نستأنف اليوم جلسات مجلسنا الموقر وبكل فخر من تحت قبة مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة ذلك المبنى الذي وصف عن حق أنه أيقونة العمران الحديث في مصر والذي صمم بأيدٍ مصرية وفقاً لمعاييرٍ عالمية وتم إنجازه في وقتٍ قياسي وهذا ليس بجديد على أبناء مصر الأوفياء ومن حُسن الطالع أن يكون للبرلمان المصري مكانٌ في قلب العاصمة الإدارية كمكانته دوماً في قلب كل مواطنٍ مصري ويأتي مبنى البرلمان المصري الجديد رمزاً لحاضر ومستقبل مصر المتمدياً من تاريخٍ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم